فضيلة الشيخ أسأل عن حكم تكرار العمرة في رمضان نعم تكرار العمرة في سفر واحد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه بمن أعلم فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ستحمدته في رمضان في العشرين من رمضان أو قريبا من ذلك وبقي عليه الصلاة والسلام تسعة عشر يوما في مكة ولم يحفظ عنه أنه خرج للتنعيم ليأتي بالعمرة مع تيسل ذلك عليه وسهولته وكذلك أيضا في عمرة القراءة التي صالح عليها المشركين قبل فتن مكة دخل مكة وبطئ فيها ثلاثة أيام ولم يأتي بك غير العمرة الأولى مع أننا نعلم علم اليقين أنه ليس أحد من الناس أشد حبا لطاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونعلم علم اليقين أنه لو كان من شريعته صلى الله عليه وآله وسلم أن يكرر الإنسان العمرة في سفرة واحدة في هذه المدة وجيزة لو كان ذلك من شريعته لبينه لأمته إما بقوله أو فعله أو إقراره نعلم هذا فلما لن يكون ذلك لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره علم أنه ليس من شريعة وأنه ليس من السنة أن يكرر الإنسان العمرة في سفرة واحدة بل تكتل العمرة الأولى التي قدم بها من بلاده ويدون لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل عبد الرحمن بن عبد بكر مع أخته عائشة إلى التنعيم أحرمت عائشة بالعمرة ولم يحرم عبد الرحمن ولو كان معروفا عندهم أن الإنسان يكرر العمرة لكان يحرم لأنه يفوت نفسه الأجر فإنه داخل للحرم ولابد مع أخته ومع ذلك لم يحرم والعجب أن الذين يفعلون ذلك أي يكررون العمرة في سفر واحد يحتجون بحديث عائشة والحقيقة أن حديث عائشة حجت عليهم وليس لهم لأن عائشة رضي الله عنها إنما فعلت ذلك حيث فاتتها العمرة الأولى فهي رضي الله عنها أحرمت من الحديقة أول ما قدم النبي عليه و masculinity أحرمت من الحذقة بعمر وفي أثناء الطريق حارت في ساريث فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم ويتبكي وأخبرته بأنه أصابها ما يسبن نسال الحج فأمرها صلى الله عليه وعلا عليه وسلم أن تبسل الحج على العمرة فأحرمت بالحج ولم تطف ولم تسأ حين قدومهم إلى مكة وإنما طافت وسأت بعد ذلك فصار نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أخذنا عمرة المستقلة وحج المستقلة فلما فرغت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن تأتي بعمرة وقالت يذهب الناس بعمرة الحج وأذهبوا بحج فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة فذهبت وأكت بالعمرة ومعها أخوها عبد الرحمن ولم يحلم معها ولو كان هذا من السنة المطلقة لعامة الناس لأرشد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عبد الرحمن أن يحرم مع أخته أو لا أحرم عبد الرحمن مع أخته حتى يكون في ذلك إضرار رسول صلى الله عليه وسلم على هذه العمرة التي فعلها عبد الرحمن وكل ذلك لم يكن ونحن نقول إذا حصل لامرأة مثل ما حصل لآشة يعني أحرمت بالعمرة متمتعة بها الحج ولكن جاءها الحيض قبل أن تصل إلى مكة وأدخلت الحج على العمرة ولم يكن لها عمرة مستقلة ولم تطب نفسها أن ترجع إلى أهلها إلا بعمرة مستقلة فإن لها أن تفعل ذلك كما فعلتها فتكون القضية قضية وليس عامة لكل ذلك وحينئذن نقول لهذا السائل لا تكرر العمرة في سفر واحد ائتي بالعمرة الأولى التي قد انت بها إلى مكة وكفى وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو الحق في هذه المناسبة وإنه بهذه المناسبة أرى كثيرا من الناس يحرصون على العمرة في ليلة سبع وعشرين من رمضان ويقدمون من بلادهم وهذا أيضا من البداية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحض يوما من الأيام على فعل العمرة في ليلة سبع وعشرين من رمضان ولا كان الصحابة يتبصدون ذلك فيما نعلم وليلة القدر إنما تخص بالقيام الذي حث عليه النبي صلى الله وسلم حث النبي صلى الله وسلم عليه فيها حيث قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام في ليلة السبع والعشرين من رمضان أفضل من العمرة خلافا لمن يخرج من مكة إلى العمرة في هذه الليلة أو يقدم بها من بلده قاصدا هذه الليلة أما لو كان ذلك على الواجهة المصادفة بأن يكون إنسان سافر من بلده في وقت صادف أن وصل إلى مكة ليلة السبع والعشرين فهذا لا نقول له شيئا لا نقول لا تؤدي العمرة وفرق بين أن نقول يستحب أن يأتي بالعمرة في ليلة السبع والعشرين وبين أن نقول لا تأتي بالعمرة في ليلة السبع والعشرين نحن لا نقول لا تأتي بالعمرة ليلة السبع والعشرين ائتي بها لكن لا تتقصد أن تكون ليلة السبع والعشرين لأنك إذا قصدت أن تكون ليلة السبع والعشرين فقد شرعت في هذه الليلة ما لم يشعر الله ورسوله والمسوع ليلة السبع والعشرين إنما هو القياه كما أصلتنا لذلك أرجو من إخواني طلبة العلم أن ننبه العامة على هذه النساء حتى نكون وداعين إلى الله على بصيرة وداعين إلى الخير وحتى يتبصر العامة لأن العامة يحمل بعضهم بعضا ويقتري بعضهم ببعض فإذا وفق طلبة العلم في البلاد وكل إنسان في بلده إلى أن ينبه الناس على مثل هذه المسائل التي اتخذها العامة سنة وليس بسنة حصل فيها داخل كثير والعلماء هم قادة الأمة كما كان نبيهم صلى الله عليه وعليه وسلم سراجا منيرة فإنه يجب أن يبثوه صلى الله عليه وسلم في هذا الوصلة الجليل وأن يكون سراجا منيرة لمن حولهم ونسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا في ديننا اللهم أعلم بارك الله فيكم